اشتركوا في القناة اي مكان بعيد عن البيت وكان جهازك شغال في البيت وحبيت تحمل مثلا مقطع يوتيوب عشان اذا رجعت البيت شوفها وحبيت تحمل مقاطع صوت عشان اذا رجعت البيت تسمعها او حملت برامج عشان اذا رجعت البيت تستخدمها طبعا برنامج يدعم الصياغ التالي اللي هي mp4 و mp3 والملفات المضغوطة من نوع zip وبرامج الماك اللي هي dmg والاب والpdf اللي عليك تسويه اول شي راح نستعين برنامج اسمه simple note هذا simple note متوفر للايباد والايفون بشكل مجاني اللي عليك تسوي تروح الموقع simple note تسوي حساب جديد اول ما تسوي حساب جديد جس ساعة سبع ندمت قلت افغر اتجحها اللي عليك تسويه تروح للهيستري هنا وترجع الهيستري من خلال الدائرة هذي ترجع لك يعني يرجع لك الاشياء اللي انت بسويها الساعة خمس طيب نرجع البرنامج اليوم اللي هو تحمله من خلال الرابط التالي كيف اذا حملنا البرنامج طبعا نفس الطريقة اللي تسحبه في ملف البرامج ثم تشغله اول ما تشغله راح تحصل هذي الايقونة بعدين تروح تحط حسابك في simple note هنا وهنا تحدد تقول له ابغى تشيك على الروابط او على النوت اللي في simple note كل دقيقة او كل عشر دقائق الرقم اللي تحطه وهنا تغير الملف اللي يحفظ فيه الملفات بعد التحميل وهنا تحدد تقول له ابغى تطلع لي تطلع لي الاشعارات من خلال نظام الماك وهنا تسجل معلومات الدخول وهنا تشيك على تحديث البرنامج بشكل تلقائي طيب الان اول ما تضيف حسابك في simple note راح يسوي لك نوتين بدون تدخل منك الاولى اللي هي mobile dl download هذي اللي تحط فيها الروابط عشان يشيك عليها ويحملها اول ما يحصلها وهنا يعلمك معلومات التحميل او انت وش حملت عن الهستري او اللوك تبع البرنامج طيب كيف طريقة البرنامج simple note تقدر توصلها من عدة طرق اللي هي من خلال الايفون او الايباد تنصق فيها الروابط ويشيك عليها حاسبك في البيت اذا كان شغال وموصل بانترنت ويحملها لك ترجع البيت تشوفها او من خلال الحاسب بشكل تلقائي طبعا الويندوز موفر برنامجين الماك موفر عدة برامج افضلها اللي هو dash note اللي هو من خلال ال dash board لاحظوا اذا رحت ال dash board راح تحصلونا هنا وهذا حسابي زي ما شفنا فيه نوتتين فقط طيب والشي الاخر يمتيك تستخدمه كاضافة المتصفحات زي google chrome هنا تحصل هذه الخاصة بال simple note طيب خلونا نشوف كيف نحمل الاشياء اللي نبغى نحملها مثلا ابغى حمل مقطع ال mp3 هذا الروح لل note اللي هي mobile dl download بعدين نضيف فيها الرابط ابغى حمل مثلا مقطع اليوتيوب التالي ننسخه ننسخه في نفس النوت طبعا بما اني ما رصيت save ما راح يسيف طيب منحط save طيب نحط من هنا نحط الرابط الاخر حط save الان راح يشيك عليها الحاسب تبعي وراح يحملها طيب بدل ما تنتظر تقدر تضغط check now اول ما تسوي check now لاحظ راح يحصل رابط اليوتيوب وراح حصل رابط الان بي ثري وراح تتغير شكل الايقونة فوق على انه قاعد يحمل اول ما تتغير لاحظ يوريك انه قاعد يحمل الرابطين التالية يعني جدا مفيد سواء كنت في البيت او ما كنت في البيت تبغى تشوف مقطع تبغى تحمل مقطع عشان تشوف اذا رجعت البيت تبغى تحمل برامج عشان تستخدمها تبغى تحمل مرئيات صوتيات اي شيء في الدنيا تقدر تشوفها زي ملفات البي دي اف والى اخره طبعا لاحظوا على طول حملها اول ما حملها نروح ملف دولود نشوف وش سوى حمل مقطع الفيديو خلونا نشغل مقطع الفيديو وش وظيفة اول حمل لمقطع الفيديو طبعا في شيء نسيت اقوله اذا رحنا بريفينس لازم تعلم على العلامة التالية عشان يحملك الفيديو الخاصة بال HD فيرجن عشان تجيك صافية وهذا المفيد من البرنامج طبعا خلونا نجرب ابضيف نوت على حسابي من الايفون لاحظوا بشكل سريع جدا راح يضيف ها لي لاحظوا ابكتب نوت باسم تجربة نضغط done من الايفون على طول اضافها لي بشكل رائع جدا خلونا نمسحها اول ما نمسحها راح تمسح بشكل تلقائي بدون تدخل مني واذا ما امسحت مثلا سوي refresh راح تلاحظ انها امسحت خلونا نجرب الروح الاضافة هنا نضيف تجربة تجربة ايضا سوي الها refresh اح تلاحظ هنا ان التجربة تم عملها ايضا طيب وش الجميل في البرنامج ايضا في حسابك تقدر تدخل على النوتات اللي انت حذفتها تقدر تحذفها يعني في سلة مهملات النوتات يعني حتى لو حذفت النوتات من الايفون الايباد اي مكان في الدنيا راح تحصر له سلة مهملات تقدر ترجع لها يعني ما تنحذف بشكل نهائي الا بتدخل منك اذا قلت له مسحة من المهملات ان شاء الله يكون البرنامج مفيد زي ما افادني وانه يفيدكم بتحميل جميع تطبيقاتكم ومرئياتكم وصوتياتكم سواء كنتوا في المنزل او خارج المنزل بشكل مريح جدا ويلا يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر موسيقى